اشتركوا في القناة وقال سودان علي كرار العثور على مقابر جماعية بولاة شمال دارفور وقال كرار إن النظام السابق ارتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطفير العرقي في حق أهل دارفور على نطاق واسع بالإقليم وتمت إبادة قرى بأكملها كشف رئيس بحثة يونيتام سافور كار بيريتس عن استضافة السودان لأكثر من مليون لاجئ من جنسيات مختلفة وثمن جهود الحكومة في السعي لتوفير البيئة الملائمة للاجئين وأكد بيريتس افتتاح مكتب للبعثة بكسلة في مايو المقبل لتعزيز جهود حكومة الولاية لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية تسبب انهيار سد بوط بولاية نيل الأزرق في شح كبير للمياه بالولاية وقال علي محمد هجو ولمين العام لمبادرة المجتمع المدني إن المنطقة مهددة بكارثة وشيكة بسبب شح مياه الشرب مؤكدا أن المشكلات تتجاوز إمكانيات حكومة الولاية أعلنت وزارة الصحة بولاية اليزير عن زيادة في علد الحالة الإصابة الموجبة بكورونا وشددت الوزارة على همية الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع البروتوكولات في المؤسسات الصحية وسبل الوقاية اللازمة للكوادر الطبية ترجمة نانسي قنقر